يعني كثيرون أستاذة فريدة يعني يقولون أنك تهاجمين كل ما يتعلق بالفكر الإسلامي ويستشهدون في ذلك بمهاجمتك لفكر الأستاذ العقاد على سبيل المثال وكتاباته الإسلامية ماذا تردين بماذا؟ يعني يمكن دي نظرة محدودة وجزئية يعني أحيانا لما تحب تختلف مع حد أنت مختلف معه بشكل جزري تروح مختار له فقرة من شغل كبير وتحسبوا عليها يعني مش صحيح طبعا ليس صحيحا لأنك يعني بشايفة أنه مثلا على سبيل المثال الاحتفال بالعقاد في ذكراه يتخذ طبعا تمجيديا لا نقديا في الغالب العام طبعا أنا من وجهة نظري يعني أفضل وأتمنى أن إحنا ننظر لا ننظر إلى تاريخنا الفكري والسياسي بتقديس وإنما ننظر إليه نقديا لكي نستطيع أن نتقدم بدون هذا سوف نقدس القديم ولن نبتكر ولن نتقدم مفهوم الدولة العلمانية في وجهة نظرك إيه هو؟ الدولة العلمانية هي ببساطة شديدة التي ينفصل فيها الدين عن السياسة يعني لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة دي المقولة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات بالزبط بالزبط يعني ما بس طبعا الجماعة السلفيين والتقليديين يعني بيروحوا زي ما قلت لك قبل كده بياخدوا جملة من خطاب طويل ويعتبروها هي دي الأساس ويركزوا عليه تقصدي من يسمونها بالأصوليين؟ بالزبط طيب ليه الفجوة زادت بين هذا التيار تيار الأصوليين وتيار دعاة الدولة العلمانية؟ لأن الأصوليين ببساطة شديدة الأصولية هي دعوة للعودة إلى الوراء العودة إلى السلف أنا لست ضد السلف طبعا السلف ده سلفي أيضا ولكن العودة إلى الوراء هي عودة موضوعيا وتاريخيا مستحيلة يعني ما فيش حاجة ما فيش في الدنيا كلها حاجة ممكن تاريخ ممكن يرجع لوراء إما أن نتقدم أو أن نقف في مكاننا والوقوف في مكاننا معناها العودة فعلا إلى الوراء فهي دي القضية